مرة أخرى تسجل دوائر الصحة في نينوى حالات وفيات بالحمى النزفية الفيروس الذي ينتقل عبر ملامسة الحيوان للإنسان عن طريق الحشرات والبعوض وبعد أن سجلت نينوى حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية أكدت المستشفى البيطري ودائرة صحة نينوى استنفار كوادرها وبدأت بتعفير المواشي للحد من انتشار هذا المرض كما أكدت على ضرورة شراء اللحوم المختومة فقط تم استنفار كافة الجهود والآن لدينا 24 مستوصف تقوم بعملية رش وتغطيس واسعة ومكثفة لجميع الثروة الحيوانية الموجودة في نينوى ومتخذين كافة الإجراءات الوقائية إن شاء الله اللي راح تكسر سلسية المرض وتقلل معدد الإصابات أو تنهيها إن شاء الله فإحنا ننصح المواطنين أي شخص يشعر بأعراض المرض يراجع المستشفيات البشرية حتى لا سامح الله في حال وجود أي شيء يكون هناك إمكانية لتلافي المضاعفات ومع قرب عيد الأفحى وزيادة الطلب على اللحوم طلب العديد من المواطنين بالحد من الذبح في المنازل والاعتماد على الأماكن المخصصة من قبل الجهات المختصة للذبحة نحن نوجه للناس أنه لا يشترون من غير القصابين إذا لا حمام مختوم لا يصلون يموه نرجو من المواطنين أنه يكون ذبح الأضاحي في مجازر رسمية ومعتمدة من قبل الحكومة والابتعاد عن ذبح الأضاحي في الدور حتى يكون سيطرة تامة على هذا المرض أسابيع تفصلنا عن عيد الأضحى وأكيد سيكون هناك استهلاك أكبر على اللحوم ونتمنى أن تكون هناك إجراءات حقيقية رادعة يعني للحد من موضوع الحمى النزفية وانتشارها وعلى الرغم من استيطان المرض في محافظات عدة من العراق لكنه مع حلول فصل الربيع تبدأ نينوه بتسجيل الإصابات بالحمى النزفية نظرا لكثرة انتشار حشرة القراد في هذا الفصل وفق طباء بيطرين عماد علي والنينيوز الموصل